وخلال اجتماع مجلس الوزراء تناولت وزيرة الصحة هالزايد آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على مستوى المحافظات ومعدل التغير في أعداد الإصابات الأسبوعية ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل وقد استعرضت وزيرة الصحة إجراءات دخول المسافرين القادمين إلى مصر موضحة أنه تم تحديث هذه الإجراءات بما يتماشى والإجراءات المتخذة في العديد من الدول وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في القارة الأفريقية كما استعرضت الوزيرة مستجدات موقف تصنيع لقاح سينوفاك الصيني وأشارت إلى الموقف الحالي للتعاقد على توريد لقاحات فيروس كورونا إلى مصر